السلام عليكم اهلا بكم يا رب تكونوا بخير معكم شايماء النهاردة حامل معاكم اقتراح لوجبة غدا سهلة وبسيطة ومغزية جدا وكمان ما بتاخدش وقت في التحضير يعني بتتحضر في تقريبا عشر دقايه بس تبعيني وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك اشعار بكل فيديو وانزلهم وعشان كمان تغذي افكار للفطار والغدا والعشام تعالي نشوف هنعمل وصفتنا البسيطة دي ازاي الواجبة عبارة عن خضار باللحمة المفرومة في الفرن ايو الجو حر ومنبقى محتاجين حاجاتي كوي كده بسرعة حاجات بردة ومش متاخدش وقت بس طبعا ولادنا محتاجين ان هما يكلوا خضار اه لا غنى عن الخضار في السفو في الشتة في اي موسم يعني اه فهي خضار باللحمة المفرومة طبعا بتقطعي كمية الخضار اللي انتش عايزيها ونوع الخضار اللي انتش عايزيها انا هنا قطعت بطاطس مكعبات تخينة بالشكل ده وقطعت كمان بصل وبدنجان يعني اللي بقطعه بحطه كده في السنية قطعت بقى بصل برضو مكعبات البصل بقى ممكن تفروميه في الكبة او ممكن تقطعيه مكعبات زغيرة او كبيرة زي ما انتش عايز انا قطعته بنفس حجم الخضار اللي انا قطعته تمام قطعت كمان بدنجان رومي اي وصفة بيدخل فيها البدنجان انا بحبها بحب البدنجان جدا سواء بقى مقلي او بصلصة وان شاء الله قريب حامل لكم وصفة مساقة عضيت هتعجبكم جدا برضو البدنجان قطعته مكعبات كبيرة بالشكل ده وانا بقطعه بقشره مش بقشره وده طبعا حرية شخصية يعني ممكن تقشريه وتقطعي قطعت كمان طماطم وفلفل رومي ممكن طبعا تقطعي معهم الخضار اللي انتعايزيه ممكن كوسه برضو تقطعيها مكعبات كبيرة ممكن فاصوليا ممكن بالسلة زي ما انتعايز قطعت الطماطم وقطعت الفلفل وممكن طبعا تستخدمي الفلفل حامي انا يعني قطعت فلفل رومي عشان البنات مش بيحبوا الحامي انا استخدمت في الوصفة لحمة مفرومة انت ممكن تستخدمي اللحمة مكعبات زي ما انتعايزة ممكن تقطعي لقطع كطع زغيرة خلص على قد قطعة الخضار علشان كله يستوي مع بعضه لو قطعت اللحمة كبير ممكن اللحمة ما تكونش استويت والخضار يتهرى فلو هتستعملي لحمة مكعبات قطعيها مكعبات زغيرة خالص هنا بقى حطيت اللحمة المفرومة على الخضار كله في صنية واحدة الميزة في الوصفة دي نتيجة وتخسليش ممعين كتير هنا بقى تابلت كل الكلام ده بملح وفلفل وورق لوري وبهرات مشكلة طبعا بتستخدمي اي بهرات انتعايزها وحطت كمان معلقتين كبار من الصلصة الجهزة طبعا انا مقطعها كمية تماطم حلوة حطيت بقى الصلصة والبهرات وحلم بقى كل دوا اخلطه مع بعضه بالشكل ده علشان اللحمة كلها تتابل بنفس الخلطة بتاع الخضار بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض سويت بقى الكلام ده كده باديه علشان كله يستوى في نفس الوقت مع بعض انا وزعت الكمية دي على سنية وبرام ممكن طبعا تستعملي سنية كبيرة هنا بقى حطيت معلقة سمنة فلاحي كده على الوش علشان تدي طعم وراحة حلوة وحطيت كمان معلقتين زيت وما تزودش في الدهون علشان طبعا هي اللحمة هتنزل كده كده دهون وحطيت كوباية مية من الحنفية ما تزوديش برضو عن كوباية مية علشان الخضار ما يتهراش هي كوباية مية بس للخضار هتساويه وتخليه تمام هدخل بقى السنية والبرامل الفرن على درجة حرارة ميتان وعشرين على درجة متوسطة على الشبكة هتقعد تقريبا عشر دقايق او ربع ساعة بالكتير هتلاقي الخضار استوى واللحمة استويت طبعا اللحمة ما بتاخدش وقته خالص وبجد رحتها وطعمها حلو جدا ممكن طبعا تتكل بالعيش او ممكن تعملي جنبها رز رز ابيض او رز بشعرية يا سلام طعمها حلو جدا جدا زي ما انت شايفين انا عملت معاها رز بشعرية مغزية وطعمها حلو طبعا طلبوها تاني وحاملها تاني ان شاء الله يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله بركاته